موسيقى مجزوى السادسة يأتيكم من الجزائر الدولية مرحبا بكم قررت دول مجموعة الخمس في الساحل الافريقي نقل مقر قيادة قواتها المشتركة إلى العاصمة نيجيرية نيامي وذلك بعد أشهر من انسحب مالي منها التي كانت تحتضن مقر قيادة المجموعة وجاء قرار نقل المقر خلال اجتماع لقادة أركان المجموعة بالعاصمة تشادية إنجامينا وفق بيان نشره الجيش الموريطاني الثلاثاء أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطال عمامر زيارة عمل إلى مالي وبحسب ما جاء في بيانه للخارجية الجزائرية فإن العمامر استقبل من قبل الرئيس الانتقالي للبلاد آسيم جويطا حيث أبلغه مضمون رسالة شفوية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرسالة وبحسب المصدر ذاته تندرج في إطار السعي المتواصل لتعزيز علاقة لخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وكذا تسريع وطيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثقة عن مصاري الجزائر لما له من أهمية قصوى في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار جمهورية مالي والمنطقة برمتها كما أجرى وزير الخارجية الجزائري محادثة فنائية بع نظيره المالي عبد الله ويديوب وكذا مع وزير المصالحة الوطنية المكلف باتفاق السلم والمصالحة العقيد إسماعيل واقي من جانب النخر التقى رئيس الدبلوماسية الجزائرية بمقر سفارة الجزائر بباماكو ممثلين عن الحركة المالية الموقعة على اتفاق الجزائر وفي ختام زيارته ترأس العمامر بمقر السفارة الجزائرية اجتماعا تنسقيا لمجموعة الوساطة الدولية حول مالي التي تضم في عضويتها ممثلين عن دول الجوار والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الأممية إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وقد خصص الاجتماع لاستعراض السبل الكفيلة بمرافقة الأطراف المالية لتجاوز التحديات الراهنة والعمل على تحقيق نتائج ملموسة في إطار تنفيذ اتفاق السلمي والمصالحة في مالي المنبثق عن مصاري الجزائر في تونس اجتمع الرئيس قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن لبحث الاستعداد الكامل لانتخابات مجلس النواب وتناول الاجتماع وفق بيان عن رئاسة الجمهورية التونسية الاستعداد الكامل لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والوضع العام بالبلاد وضرورة استمرارية المرافق العمومية للدولة كما تطرق الاجتماع الذي حضره كل من وزيرة العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية تطرق إلى ضرورة وضع كافة الإمكانيات اللازمة للجنة الوطنية للصلح الجزائي ومؤسسة فداء حتى يتم انطلاق العمل في أقرب وقت وقع الأمين العام لحلف الناطو إيان ستولتنبرغ ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين اتفاقية لتعاون والتنسيق المشترك بيان مشترك ذركة ذكر أن الاتفاقية تعد بمثابة تقهد لتعزيز دعمهم لأوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفه نص البيان بأخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقوده إلى جنب الحد من سياسة بكين ونفوذها المتزايد وفق ما ورد في نص الوثيقة ختام الموجز تبقى روابطنا الظاهرة أسفل الشاشة في خدمتكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر